بسم الله الرحمن الرحيم وعديات الكبيرة في تاريخ الأمم كانت على الدومة دروساً للاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة بناء وإنتاج وتدعيم لقيم المجتمع وفي حالات معلومة فإن عدم الاستفادة من الدروس قد يتحول طعن في صميم هذه الأمة العراقيون واجهوا كل التحديات وعملوا عبء الجراح القاسية على أكتافهم جيلاً بعد جيل ووصلوا إلى اليوم هذا وهم شعب متنوع موحد يستضل بخيمة العراق العراق العظيم لم يكن ذلك يحدث لو لن العراقيين قد حولوا دروس التاريخ إلى مادة تنتاج اجتماعي ولا قيم إنسانية أخلاقية عالية أيها الأخوات والأخوة الذين أحيوا ليلة اجتشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه العباس وصحبهم وصحبهم مشكورين لالتزامكم بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضها وبا كورونا العراق باقي عبر التاريخ لأن شعب استفاد من دروس الماضي وحولها إلى مادة للتماسك الاجتماعي وليس الحروب الأهلية والانتقامات الحسين فجر الحسين تسامح الحسين إيمان روحي الحسين أطف على الفقراء الحسين سيد الشهداء الحسين دعاء للشهداء الحسين الذي زرع اسمه في حدقات عيوننا وفي صميم قلوبنا هو درس السلام الذي قدمناه للإنسانية دم الحسين ودماء كل الشهداء أمس واليوم وغدا نبت على أثرها وعطرها كل شجر النخير العراقي وافتدت كل العراقي كل قطرة دم شهيد رسالنا جميع عن مفادها إياكم وروح الانتقام إياكم والكراهية احتضنوا بعضكم بعضا وعمروا وطنكم لا تهدموه العراق أولا العراق ثانيا وثالثا العراق أولا هذا هو الحسين الذي تربينا على قيمه جيلا بعد جيل الحسين الذي افتدى بروحه الإسلام وشرف بجسده أرض العراق الحسين الذي عاش رمزا عندما انتهى أثر قاتليه كما سينتهي أثر كل سافك لدماء العراقيين المعصومة بغير حق أهلي أتقدم بأسم التعازي إلى المرجعية الرشيدة ومقامها الأعلى سماحت السيد علي السستاني أدام الله ظله المرجعية التي حافظت على إرث الحسين إرث الحسين المتسامح ورفضت الزج بمبادئ وقيم الحسين عليه السلام في المناورات السياسية أو الطائفية المرجعية التي حمت تراثا للبيت تراثا التكافل الاجتماعي والامتداد العلمي والأخلاقي والديني والرؤية الوطنية الصادقة شعبنا الحبيب شعب العراق العظيم أنهينا المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصي عن الحقائق حول أحداث تشرين بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية كما بدأنا بجرد الجرحة وسوف ننهي استحقاقاتهم وفي الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المحتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين إلى مبدأ التظاهر السلمي أن الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهها بأشد الإجراءات القانونية ونهيب بعشارنا أصيلة رض ما يرتكب بإسمها من تجاوزات أن الدعوات التي نسمعها إلى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون الدولة فقط من تتحمل المسؤولية الدولة فقط من تتحمل مسؤولية الاختصاص الدولة لا تنتقم الدولة تشيع العد وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المحتدي علينا الخيار بين الدولة واللا دولة الدولة فيها جدار من قيم الإمام الحسين جدار من قيم الإنسانية من قيم الإمام الحسين عليه السلام وآله وصحبه ومن تضحيات العراقيين لن نسمح أن يجرنا أح أو طرف أو نية خبيثة إلى اللا دولة هذا المصطلح هذا المصطلح هو نتاج سنوات من الطعن بالهوية العراقية وبالعراق ووجود العراق وشعب العراق لن يستمر هذا الطعن وسوف تستعيد الدولة عنوانها الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا وقد أوفت الحكومة بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب الموقر عبر تحديد موعد انتخابات ولذلك أدعو كل العراقيين إلى الاستعداد من خلال التجيل في البطاقة البايومترية التي نعتبرها ضرورية لضمان نزاة الانتخابات تسابقوا في ضمان أن يصل مستوى التجيل إلى كل مستحق للتصويت إلى كل المعنيين بالمسار السياسي السلمي والمطالبين بالدولة والحفاظ على الدولة وهيبة الدولة عليهم الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة وأدعو القوى السياسية والفعاليات الشعبية إلى التوحد في هذه المرحلة الحساسة والحكومة رائيا للجميع بالتساوي شعبنا العزيز على امتداد الوطن قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقاد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرام الاستثنائية وسوف تمنح كل الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون والمجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمحتدين لدينا الإصرار للتمسخ بالتزاماتنا وسنكون على الأهد أو فياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة لا بر الأمان ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاختيال والخط هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي وقد تحركت القوى الأمنية بكل طاقاتها وتجد تحقيقات موسعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل انصاف هوائل الضهايا ومعاقبة المرتكبين ليس هناك أحد فوق القانون ليس هناك أحد فوق العراق العراق العظيم قال الإمام الحسين عليه السلام مقولته الشهيرة حيهاد منا الذلة ورددت الأجيال من بعده يحسين بضمائرنا رسالة عشوراء هي رسالة السلام رسالة الحسين هي السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته